بسم الله الرحمن الرحيم في ظل انتشار وباء كورونا يسأل كثير من الناس عن كيفية تأدية صلاة العيد وفي الواقع صلاة العيد تؤدى بنفس الكيفية التي كنا نؤديها أي ركعتين إلا أنها لا تؤدى بخطبة بل فقط ركعتين وفي هذا الفيديو سنشرح لكم كيفية تأدية صلاة العيد في منزلكم إذن فبإذن الله صبيحة يوم العيد عندما ترتفع الشمس مقدار رمح بعد شروقها يغتسل الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتطيب ويلبس أحسن ثياب ويذكر الله بعد ذلك يأخذ أهله ويشرع في الصلاة وفي الركعة الأولى تكون سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الإحرام تستفتح بإذن الله تعالى بدعاء الاستفتاح في الصلاة وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقني من الزنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وبعد ذلك تكمل باقي التكبيرات الستة وبعد كل تكبيرة وتكبيرة حاول أن تدعى المجال لك ولأهلك لذكر الله وقد استحب بعض العلماء أن يكون ما مقداره ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد التكبيرة السابعة تشرع في قراءة صورة الفاتحة وصورة الأعلى ثم تتم ركعتك بشكلك الاعتيادي إلى حين الركعة الثانية لكنك في هذه الركعة تكبر خمس تكبيرات ثم تفعل ما فعلت في الركعة الأولى أي تترك مجالا بين كل تكبيرة وتكبيرة للدعاء ثم تقرأ صورة الفاتحة وصورة الغاشية كما يمكنك أن تقرأ صورة الفاتحة وصورة قاف في الركعة الأولى والفاتحة وصورة القمر في الركعة الثانية ثم تتم ركعتك كما فعلت في الركعة الأولى بيد أنه في الركعة الثانية تجلس للتشهد وتسلم وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كيفية صلاة العيد في المنزل وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته